اشتركوا في القناة وكان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاظة رواه الإمام أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حويي بعدما أفاظت حاضت بعدما أفاظت قالت فذكرت حيضتها أو ذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاظت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاظة قال فلتنفر إذا فدل على أن من لم تطف بالبيت لا يجوز لها أن تنفر بعض الناس يطوف ثم ينام يجلس يعني يتريث نحن نقول استعد للرحيل قبل الطواف فإذا طفت بالسلامة بالسلامة والرعاية من الله عز وجل والقبول تعود سالما غانما إلى أهلك ووطنك وبلدك كيوم ولدتك أم